السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل متابعي الكرام وكل من التحق بنا مؤخرا إذن إخواني أخواتي في هذا الفيديو سنرى كيف الشنغريحة يحدد موعد للهجوم على المغرب أو لهجوم قوته على المغرب وحلف الناطو وانضمام المملكة المغربية إلى هذا الحلف الأمان المتحدة تعترف بمغربية الصحراء وفي الأخير سنرى موريطانيا موريطانيا التي تتحالف مع الجزائر ضد المغرب فبقوا معي الإخوان موضوع شيق جدا رجائي منكم كالعادة أنكم تدعموا هذه القناة باللايك بالبرتاج كذلك بالاشتراك وهذا فضلا منكم وليس أمرا وما تنسوش كذلك إلا جاءت على خطركم أنكم تكتبوا التعليق فلو غير وريضة ولو غير قليب أو يعني الرأي دي لمملكة المغربية الشريفة فهذا كافي أنه يدعمنا به وهذا كافي أننا نبرهنه لإدارة دي اليوتيوب لهذا المحتوى نقي وكما كتعرفون هذه القناة تعرضت لي سينيالات وبلاغات غير مسبوقة فعلى بركة الله ندخلوا صور بالموضوع فقد نبدأ وبين ضمام المغرب لحلف الناتو هذه الأخبار اللي راجت بزاف يعني مواقع تواصل الاجتماعي الصحف كتتكلم على هذا الخبر فكيقولوا بلي أخبار كتقول أنه وزارة خارجية دي العدة الدول اللي من بينهم البرتغال وأمريكا وبريطانيا وحتى فرنسا اخترحوا على أعضاء حلف الناتو موضوع ضم دولة من دول جديد لنوب إلى الحلف وبالتحديد المملكة المغربية الشريفة فبالفعل إخواني أخواتي اليوم كنشوفوا المملكة المغربية الشريفة تتسلق سلم العالمية اليوم المملكة عزت دور ديلها إقليميا ودوليا والقادم أجمل بحول الله وقوته فقد نشوفوا في موضوع آخر كيفاش الأمم المتحدة تعترف بمغربيات الصحراء فهذه الرسالة اللي كيدلو يتباكى ولي كيدلو يبكي ونوحو على تقرير مصير صحرائنا المغربية الغربية ها هي اليوم اليوم منظمة الأمم المتحدة تقر بمغربيتها يعني نهارا وجهرا وقدم الناس وكل شي شايفها كتقر أن الصحراء مغربية عبر لوحاتها أو لوحات سيارتها التي تحمل اسم المغرب على عكس البعتات في لبنان كوسوفو إفريقيا الوسطى وحتى في إقليب تندو في صحراء الشرقية المحتلة من طرف الجزائر فالسيارة ديل المتضمة كتحمل رموز خاصة بالمتضمة لكن على أرض المغارب الأحرار ليس هناك سوى الترقيم المغربي فعلى ما أظن الإخوان أن الرسالة دي المغاربة ورسالة الملك والشعب وصلت شي حاجة سميتها الصحراء الغربية المغربية سوف يسدينها سدات مادام أو سلات مادام سدات من 2020 اليوم عينينا على صحرائنا الشرقية المحتلة من طرف الكابرانات أو من طرف الجزائر وطالما المغرب كيبتعد من الحرب لأن المغرب ما كيبغيش الدمار المغرب ما كيبغيش الخرب ولكن إذا فرضت علينا فالجيش المرابط قدها وقدوده فشنقريحة اليوم قل كيحدد الموعد ديالهجوم موعد هجوم الجيش ديشنقريحة فمن طبيعة الحال الشنقريحة هو كي نفض غير الأوامير أو كي نفض أجندة خارجية اللي هما أعداء المملكة المغربية الشريفة يعني الأعداء المخفيين ولكن بطبيعة الحال احنا كنعرفوهم بزيان فالجزائر هي عبد المأمور لفرنسا فرنسا حددت لها واحد الموعد قلت لها غدي تبدأ في عمليات عسكرية في شتنبر أو سبتمبر فهنا شنقريحة تلقى الدوبة بدياله واللي كيقولوا أن الحرب غدي تبدأ في سبتمبر ولكن ما جاءوا حتي روجوا لهذا الخبر إلا وكيجوهم الأزواد هما بغيين الحرب وها هي الحرب جدهم ولكن ماشي مع المغرب لكن مع الأزواد واللي نشروا عبر مواقعهم وصفحتهم فيديوهات كيوتقوا تمرقوز قوة حركة تمنراسة بمركبة عسكرية وجيش منظم أكثر من الجيش ديشنقريحة ورحنا كنتكلموا على جامعة مسلحة جامعة فقط ديال القبائل أو ديالأزواد هما ماشي دولة ماشي دولة اللي عندها جيش نظامي لكن مع ذلك المنظر كان مرعبا بالنسبة للكابرانات فقوة الطوارق تستعد لشان هجمت عسكرية ضد مواقع الجيش الجزائري على طول الحدود المالية فالظاهر أن تمركز قوتها على الحدود الجزائرية المالية فره بالفعل كيقولوا لنا أن المفاوضات السرية واللي حاولت أنها تقوم بها الجزائر من أجل تحرير جنودها المحتجزين لدى حركة الأزواد باءت بالفشل فقوة الطوارق عزمة كل العزم على تحرير كل أراضيها من الاحتلال الجزائري اللي حاولوا أنهم يدفعوا الأزواد إلى مالي لكن جزائر وقعت في شر أعمالها فهناك سؤال واش الإخوان إذا اشتعلت الحرب بين الأزواد والجزائر واش المغرب ممكن أنه يتدخل؟ واش المغرب ممكن أنه يتدخل بالفعل؟ فبالفعل أكيد أن المغرب غد يتدخل لأن هذا الشيء غد يوقع للحدود المغرب وهذا الشيء غد يهدد الأمن القومي لهذا إخواني أخواتي غد يكون تدخل لحماية حدودنا وماشي بعيد أن المملكة المغربية ترد صحرائنا الشرقية وتعلمها كمنظمة عسكرية لطالما الجزائر حلمت أنها تقسم المغرب وها هي اليوم كنشوف الجزائر هي اللي كتتقسم الجزائر طحت في شر أعمالها كذلك موريطانيا موريطانيا اللي اليوم كتتحلف مع الجزائر ضد المغرب موريطانيا اللي بغت تستعرض لأعضلات ديالها وخم عندها عضلات موريطانيا بلاحية بلاحشمة موريطانيا الصغيرة اللي عطيناها أكتر من حجمها بغيين يحاصروا المغرب فبالنسبة لبويا عمار بالنسبة للكابرانات الحماق فالمغرب عارفهم مجرد حديقة الحيوانات ولكن اليوم كنت تكلموا على موريطانيا لجول أراضيها هي مغربية وحتى السكن الأصليين ديال الموريطانيا هم أصلهم مغربي ولطالما المغرب ساعدهم وعونهم فموريطانيا نهار وقع عندهم انقلاب فعند الرئيس أو على الرئيس الأسبق هز تليفون دياله لصاحب الجلالة احتمى به فإخواني أخواتي صاحب جلالة صفت ليه فرقة خاصة من الشرطة رجعت الأمن في موريطانيا خلال 24 ساعة فشهود عين كي قلوب اللي كان نشاط غير مسبق في المركبة العسكرية جنودا يعني ديال موريطانيا اللي دعم الجزائر ضد المغرب فبين قوسين ره موريطانيا أكتر حقدا من الجزائر على المغرب فالكابرانات أو الجزائر هي معروفة بالبهرجة معروفة بلا 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 ولكن موريطانيا ما عندها شجاد هي ما بغوش ينسوا أن المغرب معترش بهم بالكاريتة اليوم كنشوف أن النظام العسكري الجزائري بغي يقحم موريطانيا في صراع مسلح مع المغرب موريطانيا إلا انضمت إلى الجزائر في حالة نشوب حرب فالجزائر هي المستفدة لأنها بغي تبقى تضرب المغرب من الأراضي الموريطانيا فهذه هي الخلطة الخبيطة ديال شنغريحا وجيش جنغريحا فالنظام بغي الحرب من قطرة الإنهزامات الدبلوماسية شايفين أن البوليزاريو صافي مشات شايفين بلين مخيامات فيهم روينة فيهم قربالة شنو غادي ديرو خاص نضروري الحرب وكذلك كان أوامر من فرنسا لكي تكون هذه الحرب لأن فرنسا هذه هي الورقة الأخيرة اللي بقت عندها ففرنسا تتمنى أن المغرب من يسمع الأخبار أنا شنغريحا أو أن الجزائر غادي تهجم على المغرب المغرب يعني يرتامي في أحضان فرنسا ويقول لها شوف الجزائر هذا الشيء اللي كتمنى فرنسا ولكن هايهات ثم هايهات المغرب يعني قدها ومقدود المغرب ما بغيش الحرب ولكن إذا فرضت عليه فعندنا جيش مرابط تبارك الله عليه عندنا الأسلحة ديالنا عندنا الدرنات ديالنا وماشاء الله على الجيش المغربي وعلى القوات المسلحة الملكية إخواني أخواتي احتل هناك نكون وصلنا النهاية لهاد الفيديو وتحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته